في الشرقية يوسف وهو ده اللي حكى لها ده أحمد عاصم رد عليه وقاله الشيخ عايزة تتصل بيهددني أعمل إيه رد عليه يوسف طب ما تسمي أخلص على أمه ونخلص من قرفه ده ومن غير ما حد يحس يرد عليه عاصم ماشي بس من غير شوشرة ماشي ما تقلقش يا بابا يعني هو أنا لما خلصت على جدتي حد حس رد عليه عاصم شش الله يخرب بيتك أسكت هتفضحنا اللي حصل ده يموت ما بيننا ولا حتى تفكر تفتحه في يوم من الأيام يوسف رد عليه وقاله سكتنا أهو وانت بقى يعزة بدورك جه أصلا تخنقت من أمك في القاهرة في بيت الجرحي على الصفرة زين بيقول لي ليان مش كل يوم هقولك اشربي اللبن أنا مبرجعش في كلمة بقولها لو الدنيا من حوالي يتهدد ردت عليه ليان حي والله أنا تعبانة أنا مبحبوش ليه أشرب حاجة بحبهاش رد عليها زين عشان أنا عاوز كده ويلا والعقاب لسه موجود حاضر زين قال لي ليان ابقي وافقي واشربيه من الأول أحسن من حوال كل يوم يعني أنا بيبقى عندي أمل أنك تقدرني وتوافق مشربوش أمل ماتت ما تفكرش فيها كتير يلا عشان تروحي جامعاتك في شركة الجرحي مرد ايه يا جدع بطسل بيك من مبارح ما بتردش رد علي زين كنت مسافر مسافر فين الشرقية عم حسن توفى يا مرد لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله يا زين طب ما قلتش لي يا ابني أروح معاك عرفت بالليل متأخر وجريت على هناك رد عليه مرد طب ولليان عرفت آه قلت لها والحمد لله عدت على خير طب إيه يا صاحبي نوي على إيه رد عليه زين مش فاهم يعني يعني إيه نوي على إيه لأ أنت فاهم كويست يا زين نوي على إيه على علاقتك إنت ولليان رد عليه زين معرفش علاقتنا بتجري بسرعة قوي يا مرد والسرعة دي مضايقاني ما بقتش قادرة أوقفها ومش عارف سكان السبب منها هي ولا مني بس الأكيد أنا لسه عند وعدي مع عم حسن وعدي ما ماتش بموته مش زين الجرح اللي يعمل كده رد عليه مرد زين سيب نفسك وبطلت سيطر على مشاعرك كده غلط أنا ما بقتش قادر حتى أسيطر على مشاعري هم 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 تصدق إنك رخم قوم يلا روح ضبط الأمور عشان لوفد في الجامعة سارة مالك يا ليلو شكلك تعبان كده أنا تعبانة فعلا بس مش من جسم يا سارة قلبي اللي وجعني ليه كده في إيه من أسهيباك مبارح كويسة فكرة عم حسن اللي حكيت لك عنه أهو مات هو كمان وسبني سارة ضمت لليان لحضنها البقاء لله يا حبيبتي عشان كده قلبك كان مقبوض مبارح أنا ظهري مكسر بجد يا سارة ردت عليها سارة وقالت لها ما تقولش كده زين موجود وأنا كمان مش هنسيبك ومعاكي وهنفضل في ظهري قالت لها لليان في يوم من الأيام زينها يزهق مني وهيحب واحدة ويتجوزها ويطلقني وانا هقعد في الشارع وابقى وحيدة سارة قلت لها لأنا كده أزعل منك وربنا خلاص يا ليلو انت بقيت صاحبتي وأختي ولا يمكن أسيبك أبدا ربنا يخليك لا يا سارة في الجامعة بس في مكان تاني بعيد عن لليان وصارة عمر باشا سرحان في إيه هيكون في إيه أكيد في السرخ اللي هناك ده بس يا عمر دي مش سكتك دي مش باين عليها أنها شمال عمر قال لو ملهاش يبقى ليها يا أبا أنا سبحان ما صبرني عليها أصلا أنا ما بقتش قادر من أول يوم شفتها وأنا نفسي فيها خلاص البنات دي ما بتجيش إلا بالغصب صح انت صح الغصب أحلى حاجة عمر الليسي ابن رجل أعمال ساقطه بيعيد كتير ملوش إلا في البنات متدلع قوي وبيسقط بمزاجه عشان الجامعة هي المكان الوحيد اللي بيوقع البنات فيه في الشرقية إيمان بتتكلم في التليفون وبتعيط عاوز إيه عبد الرحمن رد عليها عبد الرحمن إيه عاوز إيه دي أنا غردت في إيه أنا بتصل بيكي وبواسيكي تقوم تكلميني بطريقة دي شكرا مش محتاجة شفقة من حد اخصى عليك يا أمي أنا بشفق عليكي إيمان أنا بحبك ولما أنت بتحبني ما جيتش تتقدمني ليه وابوي عايش رد عليها عبد الرحمن أنت بتتكلمي ولا كأنك كنت معايا خطوة بخطوة لكن هفضل أقول لك وبررلك أن كنت مستني موضوع ليان بنت عمي يهدى وهي الحمد لله موضوعها خلص بهربها ردت علي إيمان وقالت له وإنت مفكر أن أبوك وعمك خلاص هيسكتوا لا يا باشا دول هيتجوبوها ويجاوب زوالك عشان أنت كبير عبد الرحمن قال لها والله ما بحبها يا بنتي لطول عمرها أختي الصغيرة يا إيمان أنا بحبها فعلا بس أختي طب تعرفي أنا حزنة أن هي هربت وعاشت لوحدها ماما كانت دي بنت وخايف عليها من الزمن اسكن وهي عايشة في وسط أهلها كانوا بيقذوها ما بالك بقى بالغريب ردت علي إيمان ربنا معاها بابا كان بيحبها وأنا كنت بحبها أوي تي كانت صحبتي الوحيدة بس لو كانت معايا في الظروف دي كانت هتهون علي كتير معلش يا قلبي مسيرك تلاقيها على فكرة أنا قدمت في البعثة ولو وفقوا بإذن الله هاجي وتقدملك واخد كنتي وولدتك وانسافر ردت علي إيمان طب وأهلك وباباك هيوافق دي ما كانش بيطيق أبوي اللي رحمه رد عليها عبد الرحمن هتجوزك قصبا عن الكل ما بقيتش فرقة بالنسبالي كله بيدور على مصلحته يا أمي إزاي ممكن تتخيلي لأن أنا أتخلى عنك دي أنت حب الطفولة وبنا يا عزي الفترة دي على خير جرس الباب بيرن شكلها سوها رد عليها عبد الرحمن أنا زعلان منك مش أنا قلت بلاش سوها الزفتة دي تاني ولا هي شكلك ولا من تربيتك دي بنتش مال يا بنتي طب أعمل إيه والله ما عارف أخلع منها لزقت فيا وبعدين أنا بكره أسلوبها جدا بس جات وعزيتني وقفت جنبي عبد الرحمن ما ينفعش أقفل بابي فوشه قال لها عبد الرحمن طب لأخر مرة بقولك ابعدي عنها حاضر يلا أنا هقفل هتعوزي حاجة أجبهالك لا يا عبد الرحمن شكرا سلام يا قلبي إيمان قفلت وخرجت تشوف مين كان بيرن وسألت مامتها ماما هو مين كان بيرن الجرس ده أحمد كان جاي يسألنا في حاجة عاوزينها آه والله ده في الخير أنا كنت بحس بسوها لا مش الزفتة بتاعتك إيمان بتسأل الحاجة توحيدة اللي أقول لي يا ماما هو مين الراجل اللي كان واقف في كل حاجة يوم ما مات بابا ردت عليها الحاجة توحيدة آه وانت شوفتيه فين ده انت كنت تعبانة ونايمة هنا آه دي سوها اللي سألتني عنه ردت عليها الحاجة توحيدة ده قريمي من بعيد وبيشتغل في السعودية ومتجوز ولما عارف جيه على طول ومشي عشان سايب مراته لوحدها وبعدين قصري من البيت دي عشان هتوقعك في مشاكل ردت عليها إيمان حاضر والله أنا كمان مخنوقة منها بس هي لسقة فيها لسقة في شركة الجرحي سهيلة زنباشا الوفد الألماني وصل طيب حضر الورق وبلغي مراد تمام بس في مشكلة آه لليان ما جدش لغاية دلوقتي طبعا سهيلة كانت فنيتها توقع لليان في مشكلة لتأخرها مش مشكلة انسي اللي عتحضري معايا الاجتماع جاهزي كل حاجة سهيلة خرجت وفي نفسها بتقول ده أكيد الموضوع ده في إنا ولازم أعرفها في الجامعة سارة تعال يا بنتي نشرب حاجة أنا صدعت ولسه اليوم طويل صدقيني مش قادرة روحي انتي طيب خليكي وانا هروح واجي بسرعة دليان وقفة لوحدها جي عمر الليسي عندها ووقف وشاه وقرب ايه الجميل وقف لوحده ليه لليان بسطله وقامت ومشيت وثبته وهو تدايق منها قوي راح وراها عمر مسك ايد دليان جامد لا يا مزة مش عمر الليسي لي واحدة زيك تسيبه وتمشي دي الجامعة كلها بتقفلي على رجل انت فاعمة ردت علي الليان ايه وعا أحسن لك هجيب لك الأمن أمن مين يا بيت تلد انت هتيجي زي الشطرة معايا تركابي العربية نقض يومين حلوين وقرب منها وقالها في ودنها هيبقوا يومين حلوين قوي عارفة لو رفضتي اني ممكن أتفنك مكانك ولا حد يقدر يقولي انت بتعمل ايه لليان عياتت جامد وعليت صوتها صور وقلحقيني صورة جات جاري عليهم انت بتعمل ايه يا جدع انت سيبها حسن لك لليان بس طلعا بحذر انها ما تقولش اسم زين مش عاوسة تعملوا مشاكل ولا اتعرف حد انها امراضه زي ما بنبه عليها وصورة فهمتها كريم شاف الموقف كله وجي جاري عليهم لو سمحت تسيب ايديها عشان ما طلبش الأمن عمر شاول الحارس بتاعه هيك يضرب كريم وتخنق وكريم ما قدرش عليهم لانهم اطول واعرض مني والموضوع وصل للعميد في غرفة العميد عمر بيقول البنت التي بتعرض علي حاجات مش مظبوطة صار ردت عليه انت كذاب وحيوان انت اللي كنت ماسك ايديها جليان لأ طبعا هو كذاب ما حصلش دكتور نادر اتدخل عشان عمر اخراس يا بيت انت وهيا هتمضوا على فصلكم من الجامعة عقابا ليكم عشان فكرتوا تتيجوا جنب عمر باشا لا لا صاره ملهاش دعوة انا عنزل وحدي مجنونة تمزي ايه لا طبعا بره غرفة مكتب العميد كريم عمالي تصل بزين ما بيردش رد يا باشا سهيلة ردت بقرف علو انس سهيلة لو سمحتي عاوز الباشا الباشا في اجتماع مهم سلام قال لها كريم اهدي يا انسا لليان هانم وقع في مشكلة كبيرة في الجامعة لازم يعرف ردت عليه سهيلة انت مجنون لليان ايه وهبل ايه هو الباشا ماله بحتي السكتيرا وقع في مشكلة ولا لا وبعدين هو في اجتماع مهم سلام وقفلت السكة وكريم اعوز بالله منك يا شيخة كريم فدر يفكر يعمل ايه وافتكر ان الوحيد اللي يقدر يوصل لزين هو مراد الالفي جاب رقمه واتصل وحظه ان مراد كان واقس في مكتب بيزبط ورق الاجتماع لقى رقم بيرن كتير مراد رد قالو مراد باشا انا كريم سواق لليان هانم في حاجة يا كريم باشا سهيلة ردت وقلت لها ورفضت تقوله طب اقفل وعطل كل حاجة عندك لغاية مزين باشا يجيلك كريم قالو يا باشا انا اصلا مش عارف بيحصل معاها ايه جوه منعوني ادخل رد عليه مراد طب اقفل انت دلوقت يا كريم